قال وزير الخارجية عدل الجبير خلال مشاركته في منتدى حوار المتوسط الذي تستضيف العاصمة الإيطالية روما قال إن قرارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد حظيت بشعبية كبيرة في الأوساط السعودية أما حول اليمن فجدد الجبير تأييد المملكة لعملية سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة أضاف أن على الحوثيين أن يدركوا عدم قدرتهم في السيطرة على الدولة اليمنية كما قال الجبير إن إيران سهلت حركة عناصر القاعدة وداعش ووصف الوضع في لبنان بالمأساوي بعد أن اختطف حزب الله الإرهابي الدولة اللبنانية وكدا أن الحل هو نزع سلاح حزب الله وتحويله لحزب سياسي يعمل في الإطار الوطني اللبناني